إذن فتح اليوم باب واحد يقول عن الشيعة أولاد حرام لأنهم ما يحبون أبو بكروا عمر و عثمان وانفتح باب إنه واحد يصعد يلطم الناس بذكر عثمان والنامير وين دافع عنه وحفظه وصل لورائه لين رح توصل ديننا بعدين وين وهذه أكرر مرة أخرى لا يأتي هؤلاء الأقدار يلعبون على وتر آه أهان المرجعية استحل وجوهكم أنا دا أقول هذا الكلام من باب الحرص الديني حتى على المرجعية ومكانته لله أقوله لا أهين مرجعية عادلة بل أحترمها لكن ليس معنى ذلك أنه ليس لديه مؤاخذات أو معاتبات كما أحياناً الإبن يعاتب أبا ما يصير ابنك يعاتبك هل إذا عاتبك ولدك في أمر هو فيه محق صار بذلك يعني في العرف العام وفي الإسلام صار متجرئاً عليك ما صار متجرئاً عليك أنا لو لا أحبي للمراجع ما أقول هذا الكلام لو لا أحبي للمراجع ما أرسل لهم هذه الرسائل أنا أريد مراجع يذكروننا بمرجعية المفيد مثلاً يذكروننا بمرجعية المجدد الشيرازي الأول مثلاً الذي يقول تلميذه الطهراني أنه لما بلغه أن فلاناً من العلماء المنحرفين أعلن مرجعية في زمانه وألف رسالة في حرمة سب الشيخين أبي بكر وعمر أفتل مجدد الشيرازي الأول بوجوب الحدي عليه نريد مرجعية بهالصرامة في مواجهة البدع هذه البدع تقع الآن يدمر بها منهج آل محمد عليهم الصلاة والسلام نريد منكم وقفة وقفة نريد والله تكسبون بذلك رضى الله ورسوله والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام واحترام الأمة هذه الأمة الرافضية المخنوقة المنكوبة المتألمة المكلومة التي تأتيها السهام من كل حدب وصل ينتظرون منكم مثل هذا الموقف والله تسجل هذه المواقف لكم في التاريخ أنكم أمام هذه المنكرات وقفتم وأنكرتم ودافعتم عن الحق وقمعتم الباطل ما قبلتم بهذا التميع العقائدي الذي يجري الآن لكن وا أسفة لا يتصدى حسابات تشتغل الحاشية طبعا هم المصيبة كلها في الحواشي والمواشي هي هاي المصيبة الكبرى تصور للمرجع صورة أخرى شنو الصورة؟ هؤلاء أهل الفرقة لا إحنا الحمد لله مجتمعين ومتوحدين وإلى آخره فخلي هاي الأمور نغضو ترفعنا وإذا يعني قالوا قبلان راح قال عن الشيعة ولا تحرام شي صغير يعني عادي قلي إحنا بس نقول عن البكرية ولا تحرام شوف شلون فتاة وتطلع علينا قلي نقولها ما نقولها طبعا بس خلي نقول شوف 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 البذاءة شوف قلة الأدب شوف السفالة هذا منهج أهل البيت هذا كذا هذا كذا بيانات تشتغل بيانات كلهم يصدرون تيار البذاءة وقلة الأدب وشوف شلون هؤلاء أمومة ربين في مدرسة أهل البيت عليه ومسلام شون يقذفون أعراض الناس يقولون أولاد حرام وكذا طيب أشوف هاي وين السنتكم على عبد الأمير قبلان ليش تخافون منه؟ الذي قذف المؤمنين قذف الشيعة قذفنا في أعراضنا وين غيرتكم؟ ليش ما تقولون عننا بذيء اللسان؟ ليش ما تربونه؟ ليش بيان واحد من صدر واحد ما صدرتهم قلتوا عنه أنه هذا مومة ربين في مدرسة أهل البيت لأنه يقذف أعراض الناس يقول أولاد حرام قذف أممة أهل البيت القانون عند هؤلاء يا شيعة سمعوا القانون عند هؤلاء مو قضية مبدأ قضية من اللي عنده مكانة دنيوية يسكت عنه ارتكب ما ارتكب أما الذي ليس له مكانة دنيوية مثل أنا وأمثالي ما عندنا مكانة دنيوية ولا نريد مكانة دنيوية يداس عليه لأنه يأمنون العقاب قضية قضية مكانة دنيوية مو مكانة أخرى وي مكانة دينية إذا قضية قضية دينية مفروض يتصدى لذاك نحن ما جئنا ببدعة في الدين أقصى ما يمكن أن يشكل به علينا إذا من أناس حقيقة يخافون الله تعالى هو أنهم يقولون يفتقدون اللباقة مثلا أقصى من هذا ما يقدر يقول ليس وقته اي ماكو لباقة مو وقته ماكو حكمة أقصى من هذا ما يقدر يقول خلي جيبوا لي انحراف واحد قلنا به شذوذ واحد لأنه عادة هم يصفوننا بالشاذين والعياذ بالله أنه إحنا شذذنا بل الله شنو شذذنا يقول لك ها يطعن في عرض النبي شذوذ هذا خرج عن إجماع أهل البيت خرج عن إجماع علماء مدرسة أهل البيت خبل جاهل ما متعلم ما يدري أنه سبقنا أكابر علماء أهل البيت قالوا أن عائشة زنت بعد النبي مو في حياة النبي مو في حياة النبي ولذلك قالوا لا يمس النبي من بعد خلاص انتهى الموضوع وهي بائنة منها بماذا شذذنا علي بن إبراهيم القمي الذي أنتم جميعا عيال عليه معاصر الإمام العسكري عليه السلام أستاذ الكليني وأستاذ كل علماءنا أصلا مرجع مراجع الشيعة يقول أن عائشة زنت في طريق البصرة نظام العلماء التبريزي مرجع إيران في عصره يقول في كتابه أن عائشة زنت في طريق البصرة وغيرهم إن شاء الله يكون واحد 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 فقط قال بهذا إذن لسنا شاذين لأنه سبق وقد قاله أناس أنتم لا تساوون النع لهم ما تساوونهم أنتوا هذا ولا أكابر الشيعة كانوا فيما مضى فإذن ما عندنا شذوذ شذوذ ما عندنا اللي يتعلم يعرف ماكو شذوذ ما جئنا ببدعة ولا انحراف وضحينا بدنيانا من أجل ديننا خسرنا الكثير دنيويا من أجل ديننا مع ذلك تجد أن ألسنتهم سليطة علينا سليطة ليش؟ لأنهم أمينوا العقاب ما عندنا مكانة دنيوية لا حكومة عندنا لا حزب عندنا لا مجلس الإسلام الشيع الأعلى عندنا ما عندنا مكانة ما عندنا مصالح أيضا فعادي عندهم يدوسون علينا أما لا عبد الأمير قبلان لا خامنا يجيب بدعة بالدين الممنوع لعنده حكومة يرهب الجانب مقتدى الصدر عنده ميليشيا سرايا السلام ما نقدر نحجي على هؤلاء نعم إنما قريش عبيد من غلب اللي غلب مغالبة ومكاثرة هذا هو القانون الموجود اليوم ترجمة نانسي قنقر